اشتركوا في القناة ونحن نقول أيها الإخوة قدر الله وما شاء فعل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وحيث إن الله جل وعلا قد من علينا بنعمة الإسلام فإننا نتضرع إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرفع عنا الوباء وأن يتم علينا نعمة العفو والعافية ثم إني أود التنبيه أيها الإخوة إلى أن أولى عتبات درج العافية تكمن في الوعي فمن وعاء عرف ومن عرف لزم ومن لزم فقد سلم وقد أحسن من انتهى إلى السلامة وإن السلامة أيها الإخوة لا يعدلها شيء وسلوا ربكم العفو والعافية كما أوصان نبينا صلى الله عليه وسلم سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يُعطى بعد اليقين خيرا من العافية فبناء على ما مضى أيها الإخوة ينبغي أن يكون نصب أعيننا وأن أخذه ما أخذ الجد والجد لا غير ألا مجال للتهاون أو التراخي في تنفيذ توجيهات المعنيين ممثلة في القيادة وفقها الله وفي من أوكل إليهم إدارة هذه الأزمة فكل واحد منا في الحقيقة جزء من كل وكل واحد منا كقطرة من قطرات المطر إذا اجتمعت كونت سيلا جارفا نغسل به ما حل بناء بأمر الله تعالى فعلى هذا أيها الإخوة أهيب بكم جميعا أن تكونوا في المسؤولية واستشعارها على قدر ملائم لهذه الجائحة الخاطفة كل واحد منا بقدر مسؤوليته فالخطب جلل والتساهل تجاهه خلل إذ لا مقام للتهوين ولا للإستهتار أمام سبل الوقاية قبل الاستفحال فإن العقلاء جميعا عفاني الله وإياكم متفقون على أن الوقاية خير من العلاج ثم إنه لمن المحزن أيها الإخوة أن يقابل بعضنا تلك الجائحة بقلوب باردة سادجة لم تحسب حسابا لصحتها ولا لصحة المجتمع التي هي لبنة من لبنات بنائه المشيد فلنثق تمام الثقة أن المتهاون أيها الإخوة هو سبب من أسباب الضحايا إن لم يكن أحدها واليعلم هو وأمثاله أنهم يؤخرون يوم الإنفراج ولا يقدمونه إذ كيف لمن ينشد الصحة والعافية أن لا يسلك مسالكها وأن لا يطرق أبوابها وقديما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نربي أنفسنا على الصبر والأخذ بأسباب ما يسمى التباعد الاجتماعي وهو في حققته تقارب اجتماعي من وجه آخر فلزوم البيت يجمع الفرد بأسرته وذويه وهو استراحة محارب يلم بها شعثة ويستجمع قواه وحواسة ويحتسبها خلوة مع ربه ثم مع نفسه وأهله وإن في التزامنا أيها الإخوة بالتعليمات المعنية وجلوسنا في البيوت دربة لنا على المسؤولية وفرصة لإعطاء أنفسنا حقا كان غائبا عنها فيما مضى فإن لأنفسنا علينا حقا ولأهلنا علينا حقا وحاصل الأمر أيها الإخوة أن جائحة كورونا كالأسد الصائل ولا نجاة من صياله إلا بالفرار منه ولا مفر آمنا كالقرار في البيوت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أعاذنا الله وإياكم من الأسقام والأهواء والأدواء إن رب سميع الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم